بالبصرة في وقت الطائفية كنت مؤيدة بالجامعة بكلية الزراعة وكانت أكون ممارسات في حينها بال2006 2007-2008 جتنا نوع من التهديدات طبعا مو من أهالي البصرة بس هي كانت بأيدي خارجية وعلى أثرها أنا سافرت إلى الموصل اللي هو مصر قطرس أجداد تحديدا في قرية تلكيف شفتوا يعني وزيرة الهجرة المهجرة اتهجرت على يد الميليشيات بالبصرة وراحت الصافحة هي الميليشيات بالموصل وانطعوها وزارة الهجرة حلو والله والله حلو هاي بس تصير بالعراق وبالأفلام المصرية تخيل تخيل وزيرة الهجرة مهجرة من الميليشيات تروح للموصل الميليشيات يطوها وزارة لعدغيان شنو معلمة الإنجليزي هو بنفسه يقول يقول احنا ما نقص احنا نقص لا قاصوس قاصوس هاي إذا ما أفضحكم أنت وأخوك والوزيرة أصبروا هسا أجيب لكم بعض ترجمة نانسي قنقر